شفرة اليابانية شفرة كراش شفرة زينة شفرة المصرية ايه الشفارات دي كلها؟ كتاب للشفارات يا رجالة لو انت من الجيل القديم اكيد فهم دلوقتي كنا بنكتب الشفارات دي في كاشكول او في كتاب كده شفارات الالعاب كلها فاكرين الحاجات دي العطاولة الاوداء اكيد عارفين ولكن انت مش محتاج كل الكلام دي خلاص لان النهاردة بلمسة واحدة بس هتنزل اي شفرة على اي لعبة السلام عليكم و اعطاول اخبارك و اعمليني يا رب خير دايما معكم اسلام فايد في فيديو جديد العطاولة يعني عايزين يعرفوا كل حاجة واي حاجة عن اجهزة الكونسول عايز تبقى واحد منهم انزل عم سبسكرايب وفعل الجرس واللايك العنيف بتاعك ويلا بنا بقى نخش في الشرح السلم انت بتستخدم دي بقى دي البرنامج ده الصراحة لا حاليا لا يمكن زمان كنت بس وعلى لعبة كراش مثلا لما كنا بنلعب انا و اصحابي مثلا ملتي بلاير كل بيتفعل التفاح مش عارف الحاجات دي وكل بساطة البرنامج ده انت ممكن تنزله من على جهاز البلايشان فورد بتاعك لو انت عندك برنامج الهوم بير واسيب لك اللينك بتاعه برضو تحت برنامج بيك جي هتثبته هتلاقي فيه برامج كتير جدا من ضمنهم برنامج بيس فور شيتس اما بقى لو انت معندكش البرنامج ده وعايز تنزل بيس فور شيتس مانجر هسيب لك برضو اللينك بتاعه في الكومنت المثابت هحاولك للتليجرام وتنزله من هناك كل انت محتاجه محتاج الفلاشة دي اي فلاشة اي مساحة ايان كانت وهي على نظام فورمات فات من 30 او اي اكس فات ونحط عليها البرنامج وننزله على الجهاز يلا بينا على جهاز الكمبيوتر يلا بينا البرنامج الي احنا على جهاز الكمبيوتر البرنامج الي احنا نستخدمه بيس فور شيتس مانجر اهو ونرار هدوس على كليك اي مين ودوس اكستركتير لقيته ملف في بيكيجي بالشكل ده كده هتعمله داونلود وتحطه على الفلاشة من بره مباشرة وتتأكد ان الفلاشة بتاعتك فات 32 او اي اكس فات هدوس بروبيرتز هنا بعد ما تقف على الفلاشة وتتأكد من فالسيستم دي فات 32 او اي اكس فات لقيتها اي حاجة تانية غير فات 32 او اي اكس فات كليك اي مين فورمات زي انت ما شايف وبعد كده هتختار من هنا فات 32 او اي اكس فات وعدك هتدوس على ستارت هيبدأ ان هو يعمل فورمات للفلاشة والفلاشة تبقى على نظام الفات 32 او اي اكس فات طيب قلصنا كده طيب احنا دلوقتي هصلهم الطريقة دي شغالة على الصفتات كلها 11 9 5 7 72 10 و 1 عشان ما ننساهم شي و 10 الصفتات دي نازلة بعد 11 تخيلت نازلة تعديلة بتاعتها بعد 11 حد كان يتخيل ان الصفتات دي تنزل بعد 11 الزمن ده مش مضمون المهم لو انت مش معديل الجهاز بتاعك على صفتات 11 وح laurest تعدل الجهاز بتاعك شوف الفيديو ده هتلاقي في كل حاجة خصة بتاعديل البليستيشان فور على صفتات 11 المهم يا رجالها خلصنا كده تمام وعم معدلين وكل حاجة جاهزة وفي حطينا الفلاشة وحطينا الملف ناخد بقى الفلاشة على جهاز البلاستيشان احد فيكم يحب الشايب النعناع يعني انا عملتي لكوباية الشايب النعناع حرفيا بتفصلني كوباية الشايب النعناع يا رجالة بما رجالة دلوقتي هنشغل بقى التعديلة ويعني اه التعديلة بقى اللي فاتت احنا لسه شرحيناها طازة لها من خلال الشاشة لو عندك شاشة LG تقرف تعديل الجهاز بتاعك من غير كمبيوتر اول مرة بس كده وبعد كده خلاص شغل بقى التعديلة يا رجالة تمام نسيب بقى الشاشة دلوقتي بتشتغل وبعد كده التعديلة تشتغل على الجهاز وتكمل بقية الخطوات اه عبر ما نكمل بقية الخطوات لو انت عايز تشوف الفيديو بوس على الفيديو ده هتلاقي في كل حاجة خاصة بتعديل بشانفور على صفتور 11 من خلال شاشة LG نستنى لحد التعديلة ما تشتغل ونرجع تاني هتخش فيه الجلد هن والدبوك و باكت جي انوستولر هتدوس عليها علشان تسبتها هنسيبها لحد ما تنزل ناخد بقى الشاي كده بالنقناع لحد ما تخلص البرنامج ما خدش وقت خالص يعني عمد ديني وقت طيب اشرب بقى ولا حاجة هنيرجع وراء قبل ما ترجع وراء هتعمل حاجة مهمة جدا جدا هتخش بقى فيه الشيت دي اللي هي تحت الديبوك وتفعل انيبو الشيت اللي فوق دي وتنزل هنا تدوس على شو تايتل دي وتخليها only title بحيس ان هو يظهر لك الاسم او التايتل بتاع اللقبة اللي من خلاله هننزل الملفات لاني فيه حاجتين مهمين جدا عشان تنزل الشيتس لازم الاصدار بتاع اللعبة نفسه بيبقى مكتوب على الستوان بيبقى مكتوب طبعا هنا فيه لما بتصهر التايتل بيبقى مكتوب على اللعبة من بره زي انت ما شايف اولها سي يو اس واخرها 826 ودي اخرها 670 دي نقطة النقطة التانية الابديت الابديت مهم جدا لازم تتأكد من الابديت ازاي هتعرف برضو الابديت هتدوس على اللعبة دي مثلا زرار الابشن بقى جاية تنزل لي المعلومات زي انت ما شايفين هنا النسخة هتلاقيها بالانجليزي فيرجان وهتلاقي مكتوب جنبها 01.00 ده كده الاصدار الاساسي معلوش اي ابديت ولا اي حاجة لو جينا بقى اللعبة شاطر دوسنا اوبشن والمعلومات زي انت ما شايف النسخة 01.01 دي كده عليها ملف ابديت فاخد بالك من النقطة دي لان وانت بتنزل هيظهر لك ملفات ويظهر لك ان فيه نسخة بابديت كزا ونسخة بابديت كزا ولازم تتأكد من الحاجات دي قبل ما تعمل اي حاجة في ملفات الشيتس هنفتح بقى البرنامج ناخد بقى بصرة كده يا رب يطول شوال لا 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 الشايب انعناها رهيب 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 ادي البرنامج يا رجالة ازا انت ما شايف البرنامج فتح معاك احنا دلوقتي هنروح بقى نخوش في الشيتس هيبدأ يقول لك تمام هننزل بقى ليه اللعبة اللي هي شاطر دي اسمها بالانجليزي نوك لازم تأكد من الاسم اللي بالانجليزي لان اللعبة بتبقى مكتوبة هنا بالانجليزي مش بالعرب هتنزل ك بص رجالة بقى لو نزلت سهم واحد سهم من تحتها ينزل واحدة بس لو نزلت بالاروان بينزل معاك عشرة تقريبا يعني بينزل معاك ايه كمية كده حلوة ولو عايز تنجز تدوس على الاروان والا والالوان بيقعلك تطلع عشرة او كده ايوه ا دي لكording زي ما انت مشايف ا دي اللعبة دي ستمية وسبعين اخرها والاصدار بتاعها زيرو ون بوينت زيرو ون معاك كدا ان هو ده ملف الابديت لو جينا هنا ا دي شاطر ليهيونوك ده وجينا هنا زي ما انت مشايف زيرو ون بوينت زيرو ون معاك كدا ان هو هو ملف الابديت كده تمام هتخش فيه بقى وبعد كده تدوس على ديكريبت دي وبعد كده تدوس هنا الهيلس اللي هي تعلم عليها ودي تعلم عليها تدوس اكس كده على كل واحدة فيهم هي ما بتظهرش معاك ولكن دوس بس كده وبعد كده تيجي هنا احنا كده خلصنا دي وادي اصدار تاني نفس النسخة تقريبا نعملها احتياطي برضا عشان لو في حاجة ادي دي تمام طيب كده احنا خلصنا اول لعبة فاضلتاني لعبة اللي هي بقى ايه? نيجي هنا ادي اللعبة اسمها نيجي بقى نخش في البرنامج تاني ونروح ننزل لليو حرف اليو حرف اليو اخر حاجة تحت خلص تقريبا الحاجات الاخيرة اهو ادي اليو ادي انشارتد نطلع لحاجة دي ما نشوف انشارتد ولا ننزل لحاجة دي ما نشوف انشارتد كوليكشن انشارتد كوليكشن نشوف بقى الرقم الرقم ده احنا قلنا تمنمية ستة وعشرين دور على تمنمية ستة وعشرين تمنمية اهيات ادي تمنمية ستة وعشرين اللي هي الاصدار ده بالزبط كده وفي فوق تاني في اصدار تاني اللي هو الاصدار ده تمام ولكن لو جينا بقى بصينا على الابديت لو ركزنا كده هنلاقي ان النسخة دي وان بوينت زيرو زيرو اللي هي نفس النسخة اللي عندنا ولكن النسخة اللي تحت دي وان بوينت زيرو اتنين وان بوينت مش عارفه وفي حاجات كتير تانية يعني في تفاصيل كتير فاحنا لازم ننزل الابديت بتاعنا نرجع نتأكد برضو تاني اهو للمعلومات هنلاقي وان بوينت زيرو زيرو يبقى كده تمام هنيجي بقى وان بوينت زيرو زيرو وندوس بعد كده ندوس اكس ننزل اكس اكس عاديهم كلهم وبعد كده نرجع كده خلصنا الملفات اي لعبة تنزلها بنفس الطريقة لازم تأكد بين الطايتل اي دي الابديت علشان الملفات تشتغل معاك من غير اي مشاكل نيجي بقى نجرب اللعبة هنفتح اول حاجة شاطر دي علشان نشوفها اللعبة بقى بتطول على ما تفتح اشرب انا بقى ايه كوبايتين شاي مش كوبايت شاي يعني نرجع بقى تاني لما يخلص تمام كده يا رجالة ايه دي اللعبة اشتغلت عينك رايحة على كوبايت الشاي صح بتقول هي خلصت اخلصت اللعبة على ما تفتح يعني مش برنامج بقى خمس سواني ولا حاجة اخدت لعب مسلا بتاع عشرين ثانية خلصت انا كوبايت يا رجالة في ايه اعمل لكم ايه شي طيب نيجي بقى للعبة رجالة هتشغل اللعبة عادي خالص جدا ويه بعد ما تشغل اللعبة هتدوس بقى على زرار ده دوسة طويلة دوسينة دوسة طويلة هيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي ملفات الشيتس بقى الشفارات يا رجال هتفتح بقى ان انت اتفعل الشفارات اللي انت عايزها واحدة بتاعت الهيلس واحدة بتاعة الكريستال مش عارفين اه خلاص تمام كده اهي زهرت لك فوق تمام كده ضان يا رجالة لو جيرة بقى ايه خدنا اي ضربة او اي حاجة مش هتلاقي اي حاجة مؤسرة معاك او اي حاجة بتموتة كعاني هزين بس اي حاجة تضربنا كده يعني يعني مفيش حاجة تضربنا يعني ولا ايه ايوة ده يضربنا تقريبا ايوة بيدرب اوة الدم ما بينزلش بصوا بصوا ما فيش اي حاجة اهو بصوا بصوا دي كده وبتاع ما بيدربش اي حاجة فيش دم كده الشفرة دي شغالة زي الفل نرجع بقى نشوف بقى انشارتت كوليكشن نشوف الشيتس بتاعتها نقفل بقى بيقولك انه هقفل اللعبة التانية دي ستوانة يعني دي دي ستوانة عشان بس تبقوا فاهمين انا جربتلكوا ستوانة وجربتلكوا اه ملف بيك جي عشان تبقى فاهم ان هي بتشتغل معك هنا وبتشتغل معك هنا اه دي اللعبة بدأت هندوس على صرار الشير دوسها طويلة زي انت شايف جاب لك ملفات الشيتس دوس كده دوس كده يعني الشيتس بتاعت اللعبة دي بسيطة جدا يعني ايه بيش عارف بيظهر لك الفريمات بيظهر لك كلها حاجات ايه يعني ايه تحسها ملهاش لازباقوية ولكن ايه مش عارف اه المهم تعالى بينا نجرب كده ونشوف هل الملفات دي شغالة برضو ولا مش شغالة مفترض ان ايه تبدأ بسرعة لان دي الاصدار القديم اه بدأت بيقول لك دوس على الزرار ده مع اللي فوق هنا زي انت شايف ظهر لك فوق هنا الفريمات اهي فعلا بيقول لك اللعبة دي شغالة على ستين فريم اهو لو دستي تاني بتروح دستي بتيجي اهي زي انت ما شايف تشغالة زي الفل اقول لو دست دستي طويلة كده اهي مش عارف بيقول لك بيغير السراح ايوة دوس كده ايوة دوس كده او بيغير ويجيب لك حاجات كده بس كده اه بس كده دي ملفات الشيس بكل بساطة يعني شفارات هلس دم مش عارف ايه يعني اسلحة ما بتخلصش يعني لو عندك لعبة بتلعبها الاسلحة اللي فيها ما تخلصش الطلق ما يخلصش منك كلها حاجات تفيدك ولكن انا كاسلام حقيقي ما باستخدمش الشفارات انا بحب العب اللعبة بطبيعتها بحب العب اللعبة واموت ويعيش واتعلم وحول حفظ على الدم بتاعي واجمع حاجات علشان اطور من نفسي احب ان العب اللعبة بطبيعتها ولكن في ناس ما بتحبش وفي ناس عايزة تلعب اللعبة بالشفارات انا موجود عشان اعمل لكو ده واقول لكو على رأي ورده برعاية المنتسبين وبرعاية الدعمين المنتسبين دول منورين الصراحة وكل يوم بيزيدوا كل يوم اكتر وان شاء الله عملكوا فيديوهات مخصوص ليكو عشان المنتسبين دول بجد يعني دعم كتير مستمر بيخلونا اعرف اجيب شاشة بيخلونا اجيب معدات كتير عشان نطور من المحتوى وننزل المحتوى باستمرار وطبعا الدعمين السوبر والسوبر سانكس شكرا لكو رجالة بجد منور قناتك بطل بس كدير رجالة وكالعادة اشوفك الفيديو الجاي اشوفك الفيديو الجاي سلام